اشتركوا في القناة الى 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 الاخيرة لا الشمتال اللي يحسوا بها المغربة وانا كنت تكلم على المغربة البوساطاء العاديين ما كنت تكلمشي عاديك لكوم شادي المنتفعين لي ماصيل خيرات دي للبلاد اذا هاد المغربة البوساطاء الشمتالي ينوفي كتب انهم الدولة اخدت بمئة ملايار من الخزين العامة باش تمول واحد اكدوبة اسميتها مغرب الاخضر او مخطط المغرب الاخضر على اساس ان هاد البرنامج الذي اطلق الى تم الترويج لها بأن المغربين يمشي للسوق و يلقى بطاطا بدرهمونس و ليس درهمونس و يلقى عدل سبراسك فابور و يلقى الحم أقل من خمسين درهم أو أربعين درهم في الوقت لدى الآن لم يتزاوجها 10 درهم و بطاطا لا يجب أن تدير لغة لكي تمسها و الحم كيف قلنا قبل إنسان يشوفوا عفل ببرابول أو بحل شي ليكس لماذا؟ لأن هذا المخطط المغرب الأخضر لم يحقق الأمن الغذائي كما رويج له لم يحقق السيادة الغذائية للمغرب كما تم الترويج له بل بالعكس هذا المغرب الأخضر حول المغرب إلى خمس عند الأوروبيين يعني واحد الكومشة ديال الفلاحين كبار فلاحين و كبار الضيعات يعني يمصوا الخيرات ديال المغرب والأموال والموارد ديال المغرب باش يصدروا يعني للحاجيات ديال أوروبا من خضار و من فواكيه و من أفوكا و غيرها والخطر في الأمر هو أنه يعني هذا المغرب الأخضر لا تحتسب إلا هذيك المساعدات التي قدمت إلى كبار الفلاحين هذيك الكومشة الذين انتفاعوا من هاد الهمزة حيث خصنا ندخلوه في الحسبان لكل فديل السدود التي بنيت من 2008 إلى 2020 بلغت 29.5 مليار ديال الدرم تقريبا 30 مليار ديال الدرم باش نسقيوا هذيك الضيعات و خاصة نزيد ايضا واحد الكلفة ديال المضخات و ديال المعدات التقنية و ديال القنوات الاخيرين اللي يجري الماء لحوى هذي الضيعات اللي تاكل فات تقريبا 1.5 مليار ديال الدرم ثم كنا واحد النقطة مهمة تواحد ما يرد لي البال وهو أنه من كنصدر أنا الفلاو و كنصدر ما طيش و كنصدر ليم و كنصدر لافوكا و ذلك الممني يجيب رك يجيب من الفرش المائي ديال المغربا اللي تشكرت عبرها قرون و الكلفة ديال الاهضار هذيك للمغ اللي نصدره أن الأوروبا فذيك الخضرة رات تقريبا 1.2 مليار ديال الدرم إذا اللي دخلنا في الحثمان هذا المصاريف رحى 160 مليار ديال درم ماشي 100 مليار ديال درم لتخسرات في المغرب الاخضر والخطير في الأمريكا ما قلنا رمشية 160 مليار حطيناها 160 مليار استفدوا منها فقط واحد الكومشاك الكبار الفلاحين اللي ارتفعت أرقام معاملات ديالهم والأرباح ديالهم بشكل صاروقي وفلكي والمغاربة يعني يعانون الآن سوء التغذية ويعانون الجوع ويعانون من غلاء المواد الغذائية والمبريرات يعني السادجة التي كانت تقدمها الحكومات المتعاقبة في المغرب هو أن هذا المغرب أخضر رساهمة في الفلاحات الزيرية طيبة سيدي الفلاحات الزيرية شاكت جيب الخزينة العالمية العمولة الصعبة أبين كان جيبنا وحدة 44 مليار ديال الدرهم وهنا المفارقة حيث أنا مني كان جيبت 44 مليار درهم كان عادي نشتري القلح ونشتري أنا الزيت ونشتري العدس ونشتري الحبوب للشعب المغربي اللي لم يلقاش مياه كل لهذه الكلفة مني كان نشتري أنا من عند أوكرانيا ومن عند كندا ومن عند روسيا وما شكل ذلك قد يتقامون لله بستين مليار ديال درهم إذن كيف أنا خسر مكوستين مليار بشأنني نبيع لا فيشان فلاحة من دول المصدرة للحبوب من دول مصدرة للتمر من دول مصدرة للزيوت من دول مصدرة للباقي مواد الغذائية فإذا بهذه الخضعة دي المغرب الأخضر أصبح المغرب لا ماء فيه ولا موارد مالية بقات ولا استقلال وأمن وسيادة غذائية وفرناها للدولة المغربية والخاطر في الأمر الثالثا هو أن هذه الأكذوبة دي المغرب الأخضر روج لها بواحد شعار هو أنه المغرب يتوفر على حكومة الكفاءات سعى للأسف الشديد بأن حكومة المافيات ليس حكومة الكفاءات اشتركوا في القناة